السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي البندورة أحد أنواع الفاكهة مش كاي ما نتعارفين عليها على أنها من خضار لا هي أحد أنواع الفاكهة مثلها مثل الباثنجان، الكوسة، الفلفل، القرع، الخيار، الزيتون هذه كلها من الفواقه تؤكل على أنها فاكهة يعني أنا بأقولها كأنها فاكهة وقد تحب أرش عليها ملح وبأكلها ممتازة جدا جدا ومفيدة جدا وهل تصلح لمريض السكر؟ هذا أول سؤال نعم تصلح بالتأكيد بالتأكيد إغلايسيميك إنديكس منخفض اللي هو المؤشر الإغلايسيمي منخفض كربوهيدرات قليلة، سكر قليل لما تصلح؟ وبتساعد يعني بتحس أنك شبعان منها فبقى بتساعد على تخفيف الوزن وبتساعد في التخسيس ما بترفع السكر ولا بترفع السمنة ولا بتزيد السمنة تحافظ على مستوى ضغط الدم مفيدة جدا لصحة القلب جدا جدا وتساعدنا على الحماية من النوبات القلبية مقوي جدا للمناعة تحافظ على صحة الجلد يعني بتساعدنا أن تكون الجلد أو البشرة نظرة أو بطرية تساعد في تحسين النظر اللي نظره خاصة النظر البعيد تساعد في تحسين النظر وتساعد الجهاز الهضمي بشكل ممتاز وخاصة في حالات الإمساك تقلل أيضا من خطر الإصابة بالسرطانات بشكل عام وأهمها سرطان لبرستاتا هاي بتخفف أو بتخفف من خطر الإصابة بسرطان لبرستاتا طيب هل لها أضرار؟ فيه ناس بقول آه لما أكل بندورة مقلية يعني نعمل قلاية بندورة وهاي أكلة طبعا مشهورة جدا في الأردن بيصيبني حموضة أو حرقة هذه بتكون من كثرة الزيوت المهادرجة المستخدمة ومن أكل الخبز الحموضة بترتفع لكن إذا البندورة بتسبب لك أو الطماطم المقلية في قلاية البندورة أي نوع من أنواع الحموضة فما تكثر منها الإفراط منها مش كويس من أي شيء اللي عنده حصوات الكلا يبتعد عنها ويخفف منها وبنقول ياكل كمية معقولة يعني حبك بندورة في اليوم ما رح تسوي مشاكل اللي عنده حساسية من البندورة لا يأكل منها يعني إذا بيسير عندك حقا في الجسم أي شيء أي اختلاف بعد أكل البندورة فابتعد عنها وما بتلزمها البندورة طبعا بتلتصق فيها المبيدات الحشرية ليش؟ لأنهم بيستخدموا كثير كثير مبيدات حشرية البندورة فيها آفات كثيرة زيها زي أي شجر فبرشوها بالمبيدات الحشرية فرجاء يعني غسلوها كويس وياريت تغسلوها بمية وخل يعني عشان نطير كل المبيدات اللي فيها كيف نتناولها وشو يعني أفضل طريقة كل واحد لما نطمخها أوكي نوكلها نية أوكي فبإمكاننا أنه نأكلها أو نتناولها نيئة ما فيه مشكلة بالطريقة اللي بدنا إياها شرايح مقطعة بدل فاكها زي ما بدك اعمل ممكن نحطها على الصلطة أو نعملها مع الصلطة ما فيه صلطة يعني زاكية بدون بندورة لازم نحط البندورة مع خيار مع جرجير اللي بدك إياه مع بصل مع شوية جزر اللي بدك إياه حطه وكل ما زادت المكونات في الصلطة بتكون أفضل ممكن نأكلها صلطة جبن جبن البيضة بنعملها بجبنة بيضة بجبنة الشدر زي ما بدك ولا بدك تعرف شو أهم أو المنتجات الألبان المسموحة شاهد منتجات الحليب والسكري ممكن نعملها قلاية بندورة بلحمة بس نخفف كمية البندورة يعني ما نكثر يعني لو جبنا وقية لحمة مثلاً ومع حبتين ثلاثة بندورة وشوية بصل وثوم وبكدونس تطلع ممتازة وزاكية وممكن نتغمسها برغيف واحد من خبز العدس اللي هو خمسين غرام ما فيها أي مشكلة ممكن نعملها قلاية بيض مع البندورة بيض وبندورة يعني كون النسبة ثلاث بيضات مثلاً أو أربع بيضات مع حبتين بندورة بس تطلع لذيذة وشهية والبيض لا تخاف منه لأنه جيد وصحي وهذا فيديو كامل يشرح عن البيض وخواصه وفوائده ممكن نطلخها مع الكوسة مع القرنبيط مع البذنجان زي ما بدنا ما عليها أي مشكلة وممكن نستهلكها ممكن كمان تؤكل مشوية مع الكباب يعني لما بنشتري إحنا الكباب والشقف والأمور هاي من المطاعم بيجيبوا معها البندورة المشوية والبصل المشوي فممتاز وطعمها لذيذ وبإمكاننا كمان نحولها ونستخدمها بدل الصلاصات الجاهزة المعلبة اللي كلها مواد حافظة وكلها سكر وحالتها حالة فنستخدم البندورة الطازجة إذا بدنا نعمل صلصة للأكل يعني إذا بدنا نطبخ مع الفصولية بدنا نطبخ مع الفصولة الخضرها إذا بدنا نطبخها مع الكوسة بدنا نطبخها مع كذا نستخدم الطماطم الطازجة مش المعلبة ولا اللي موجودة مصنعة واللي بيزهجوا مني ومن صوتي أعطيتكم بعض الخلاصة وأما أصحاب التفاصيل اللي بيحب التفاصيل ابقى معنا لتعرف المكونات ومعلومات أخرى ومهم جدا إخواني نعرف أكلنا ونأكل بوعي حتى نحافظ على مستوى السكر اللي عندنا ما يرتفع يعني ويكون طبيعي وما يزيد عندنا الكوليسترول أو الدهون وما يزيد الوزن المؤشر الجليسيمي للبندورة من 15 إلى 20 يتراوح يعني من 15 إلى 20 حسب نضجها وحسب المكان اللي مزروعة فيه فيها سعرات حرارية لكل 100 غرام 18 سعر حراري الماء 92% لكل 100 غرام 92% منها ماء الكربوهايدرات 6 غرام 2 غرام ألياف 3.5 غرام سكر ما فيها سكروز فيها جلوكوز 1.5 غرام وفركتوز اللي هو سكر الفاكهة 2 غرام النشاء نص صغرام بروتين فيها 1 غرام والدهون والأحماض وأنزيمات ومضادات أكسدا وفيتامينات ومعادل تقريبا 1 غرام المعادل اللي موجود فيها تقريبا معظم المعادل المهمة موجودة باستثناء السيلينيوم ما فيها سيلينيوم إلا قليل جدا جدا وفي بداله لفلورين أو لفلور العنصر لفلور بالنسبة للفيتامينات فيها كل فيتامينات وكل فيتامينات بي بي 1 بي 2 بي 3 بي 5 بي 6 وبي 9 وبيتامين C وبيتامين E وبيتامين K بالإضافة لمادة اللوتين ومادة الكولين المهمة جدا وفي طبعا فيها أحد أقوى مضادات الأكسدا اللي هو اللي هي مادة اللايكوبين ممتازة ومهمة جدا لصحتنا إخواني وأخواتي معظم الأطعم الحقيقية الموجودة على هذا الكوكب فيها يعني خصائص ما بنعرفش كثير وما أتيتم من العلم إلا قليلا ما بنعرفه كثير ما بنعرفش كل شي عشان هيك البحوث دائما شغالة واللي بيسألني شو هو الطعام الحقيقي الطعام الحقيقي اللي ما عليه ليبل ما عليهوش ليبل ما في عليه ليبل هذا طعام حقيقي أما هذا اللي عليه ليبل فما هو طعام يعني هو أصلا مش طعام وضرره أكثر من نفعه الطعام الحقيقي اللي أنت بتحضره أو بتطبخه في بيتك وبتأكلوا أنت وعائلتك في يوم في اثنين في ثلاث مش يقعد على رفوف سنوات هذا هيك بيكون طعام حقيقي ولأخواني وأخواتي المدمنين على الأكل ولا يتحدث سكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحديث سكري متى ستبدأ بترك كل هذه المأكلات اللي بتجيب لك الضرر ما بتنفعك هي شكل كأنها طعام لكنها مش طعام هذه ضرر ويا حب ذا إذا بتمارس الرياضة في الجيم إذا استطعت أو رياضة الجري وعلى أقل تقدير المشي أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري سكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسم وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته